أشهد الحرس الثوري الإيراني بتحرك القوات المسلحة السريع للتصدي لمواصفهم بمثيري الشغب في وقت يعود الهدوء على ما يبدو إلى إيران بعد أيام من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى احتجاجا على زيادة المفاجأة في أسعار الوقود وأوضح الحرس الثوري أن القادة الرئيسيين أوقفوا في محافظتي طهران والبرز المحاذية وفي مدينة شراز في وسط جنوب البلاد هذا وبقيت شبكة الإنترنت محجوبة صباح اليوم بعد قطعها منذ أكثر من أربعة أيام فيما تنتشر في الخارج وسوم على تويتر تطالب بوضع حد لهذا الحظر الرقمي